تعال ونضبط اسهل استيك بصوص خرافي تابع الطريقة وفي البداية يشوفك قطعة لحم طيبة ونشفها زين ما زين ولا تتعب عمرك الاستيك ما يحتاج غير في الفل اسود وملح وعلى شواية ارشيه الذكية اختر من المنيو شوي الاستيك واول ما يسخن ازدح قطعة اللحم ولحف الاستيك عن البرد وخلا ياخذ لتحميره عالمية واهم شي انك تحططه في المنيم عشان ما تخسر العصار لمدة 10 دقائق وركز على الصوص الخرافي كزبرة ونعناء وكزبرة حب بوريغانا وفصين من الثوب ورشتين من زيت الزيتون ونبغيت الحموضة لومي وخلا بيض واختمها بفلفل اسود وملح وعلى الخلاط ويجهز معك احلى صوص استيك وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بالفافية ولا غلطة جربوها ودعو لي تعالوا نضبط احلى ماكرونة بالبشمل بس بالتونة تابع الطريقة وفي البداية نجهز مع كرونتنا ومالغير ماكرونة العلالة اليطالي ورشة من الملح وعلى طول على مقلاس اخر نذهب حشوتنا وننزل البصل ونحمسه وضروري الثوم لا تنسى الفلفل الرومي ولا تنسى البهارات الفلفل اسود وبابركة وكزبرة وشوف لك حب الطماطع اصرها وطلع لها روحها ونبغيت ازاي يكمل عليك بماجون الطماطع من العلالة وهنا سر اللعبة اليوم تونة العلالة والوضع يخليك في العلالة وبكذا تكون جاهزا ولازم نختمها بخلطة البشمل بس من العلالة نضيف ظرف واحد من خلطة البشمل وكوبين من الحليب ونحرك لحد ما يفقل القوام وعلى طول جهز طبقاتك طبقة من الماكرونة طبقة من صوص البشمل ونزل حشوتك وبعدها طبقة من الماكرونة واختمها وغرقها بصوص البشمل ورشة من الأوريغانو ورشة من الجبن وعلى الفرن وبكذا تنتهي احلى معكرونة بالبشمل وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بالفعافي ولا غلطة جربوها ودعووا لي